بشكل يومي يتوجه عباس إلى هذه الساحة وسط العاصمة بغداد والتي يتجمع فيها عمال الأجر اليومي أغلبهم قادمون من خارج العاصمة بحثا عن فرصة عمل لم يوافق عباس بالحصول على فرصة عمل لهذا اليوم كما في اليوم السابق وهو أمر يتكرر لدى كثيرين من أمثاله في هذا المكان رغم الأجور الزهيدة التي يقول إنها لا تكفي أحيانا لسداد مصروفه اليومي أنا جاي من الناصرية من قلع السكر أقعد هنا بالخمسة الصباح إذا لقيت شغالة طلع إذا ما لقيت أضل إيش تقريبا إلى 12-13 أرجع للفندر ما نقل شغالة أكثر شيئا ما إذا يردون عامل يجون هنا ينتبقون هي العامل للخمسة العصر 25 ألف ما تكفي 25 ألف فندق 3000 تأكل تشرب ما تلحب ما تكفي وكل فترة أودي لها الفلوس نقابة العمال تقول إن الطبقة العاملة في العراق لا زالت تعاني من الحرمان وعدم الحصول على الحقوق فضلا عن تضاول فرص العمل وبينتنا أن تنسيقا يجري مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل النيابية لتعديل فقرات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بما يحقق حماية حقوق العامل تحدياتنا كبيرة عندنا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي صار لأكثر من 52 سنة عدنا وضفنا له وأخذوا قسم من حقوق العمال المتقاعدين نحن احتراضنا عن الموضوع هذا وطالبنا بعادة صياقته وعندنا تعديل قانون العمل وننتظر تعديل قانون التحادات والنقابات اللي ننتظرها ستحتوا بالبرلمان إن شاء الله لجنة العمل النيابية بدورها بيّنت أنها ماضية في تعديل القوانين المتعلقة بحقوق العمال وأنها أنهت القراءة الثانية لتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فضلا عن تشريع قوانين أخرى تخدم شريحة العمال نحن جادين كلجنة عمل نيابية في عملية قرار القوانين وتشريع القوانين التي تخدم هذه الشريحة وغيرها من الشراح الأخرى وصلنا إلى مراحل متقدمة في تشريع قراءة القانون وتعديل القانون اللي خاص بالتقاعد وضمان العمال تم قراءة قراءة أولى وقراءة ثانية وتم تضمين الكثير من الفقرات المهمة التي تخدم هذه الشريحة منها راتب التقاعدي بالنسبة ليكون موازب إلى الرواتب الأخرى في القطاع الخاص ووفق الاتحاد نقابات العمال في العراق فإن من بين ستة ملايين عاطل عن العمل في عموم البلاد لا يحظى سوى ستمائة وخمسين عاملا منهم بالضمان الاجتماعي في عيدهم السنوي تتجدد مطالب شريحة العمال بتحسين ظروف العمل وتحديد ساعاته والحد من الإقصاء التعسفية فضلا عن مطالب بتوفير مزيد من فرص العمل ضياء محمد الحرة بغداد